تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأعرض سمو أمير دولة قطر الشقيقة خلال الاتصال عن أصدق تعزيه ومواساته لحضرة صاحب الجلالة باستشهاد ضابط وفرد وعصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عصيفة الحزم وإعادة الأمل كما أعرب عن أصدق تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين كما تطرق الجانبان في الاتصال للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز وتقوية هذه العلاقات وما يجمع البلدين من ترابط وأخوة مؤكدين العزم في المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر